حيث الإنسان حيث الإنسان مشاهدين الأكارم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حيث الإنسان والذي مضينا معه في عشرين قصة إنسانية طفنا خلالها عددا من المحافظات ونحن اليوم في أول يوم من العشر الأواخر من شهر رمضان وما يزال لدينا كثير من القصص والحكاية نرويها لكم في هذا البرنامج الذي وجد خصيصا لكم ومن أجل لفت أنظارنا جميعا إلى ما يعانيه الناس في اليمن ما يعانيه كل فرد في القرى والمدن والصحاري والسهول والجبال في بلدنا الذي أوجعته خمس سنوات من الحرب الضروس في مستهل الحلقة نستعرض معكم أسماء الفائزين معنا بسؤال الحلقة التاسعة عشرة وهم حسين أحمد عبدالستار إسماعيل الثقاف من تعز والفائز الثاني فاطمة الخضر عطروش من عدن والفائز الثالث أكرم شمسان المطيع من صنعاء مبروك للفائزين الثلاثة جوائزهم المالية وقيمة كل جائزة 100 ألف ريال وما زارت لديكم مشاهدين فرص للفوز معنا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان يوميا ثلاث جوائز مالية قيمة كل جائزة 100 ألف ريال والإجابة عن السؤال تكون من تفاصيل القصة التي تعرض في البرنامج ألا نذهب إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان مشاهدين قصة الليلة ليست كتلك القصص التي سبق لنا عرضها في هذا البرنامج إنها قصة سعينا أن يكون تدخلنا من زاوية الإنسان لنساهم في رسم ملامح جميلة لهذه القصة لكن هناك من أراد أن يرسم صورة أخرى وخاتمة أخرى لهذه القصة نتابع ترجمة نانسي قنقر صحراء الجوف قفار وجدب أطراف مترامية برد قارس وحر شديد خيمة رمت بها الحرب في وسط الصحراء تدب بحياة هامشية ومصير متعثر عيون مثقلة بأسئلة تائها حول الغد وما يخبئ لها القتر عنا يوم منزلوا الحواتح والرجال جاءت قتله في النقطة وجاء الرجال جاء فيه فعل قتله بينهم والحواتح وجاء الرجال فيه فعل من الحواتح وبعد كده راحوا وبعد جاءوا مخلوبة ديره وتم كده معدقا معدلا يحبي كده ما أقسى أن يتوقف العطاء في منتصف الطريق وينفذ الزاد في رحلة طويلة شاقة مبهمة النهايات كان من أولا يعيش هم نحطف إذا الحين ما عاد الله أهال أبوه يرد عليه كده يعيشه ما هو ما عاد يعيش عمره جاء له معاش منهم أولا يجي عقب مدركة يبطي ما قد يجي ويستاعدين ويقضيها له بعض المحاين نجي لها منظمها قياس كده شوي عجز وقلة حيلة وبراعم أنبتها القدر بين أشواك الطبيعة وشائكات الظروف عليها أن تزهر ليتلاشى الجذب وتخفت المعاناة مسؤولية شاقة وحمل ثقيل في ظل إعاقة مستديمة ونزوح وتشرد ومصادر دخل منعدمة هكذا تفعل الحروب فعلها تعترض الآمال بآلام وظروف قاهرة وتزج بمصائر البشر في جحيم المعاناة ما العمل لمساعدة هذه الأسرة لتحريك عجلة الحياة والمضي نحو الحياة الطبيعية ولو بحدها الأدنى تعتبر الثروة الحيوانية أحد أهم جسور المجتمعات النائية للعبور من الفقر إلى أولى درجات سلم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة من هنا حيث سوق المواشي في مأرب قرر فريق البرنامج أن يضع حداً لمعاناة الأسرة ويغير حكايتها عشرون رأساً من الغنم بأعلافها كفيلة بصناعة الفرق في حياة أسرة متعثرة وسط الصحراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنت أهوان عيشي الغنم يشتغلها فيها تديرها بهم إلا عوز منها يوكل منها بدأت الحياة تدب حول الخيمة خضرة الأعلى وأصوات المواشي تعيد بعث الأمل وتقاوم الجذب تقاسيم الوجوه استعادت بهجتها واحتضنت القلوب شيئا من الطمئنين عثرت الأسئلة على بعض إجاباتها الضالة وستعثر في الغد على كل إجاباتها لتنمو البرائم ويزهر المستقبل القريب رعي ولبن وأكل وتكاثر وهكذا يفترض أن تواصل الحياة دورتها بانتظام إنما للأسف لم تستطع الحياة إكمال دورتها بانتظام هنا ولم يكتمل الحلم لغم أرضي زرعته ميليشي الحوثي على الطريق استهدف الأب المعاق وخمسة أطفال موسيقى بسيارة محملها أطفال بدون رحل قاصدين الله هذا السيارة وهذا الحطب ناس قاصدين الله جمعونهم حطب ثم يروحوا به ويبيعوه لا عندنا جبهة لا عندنا شيء يعني قرحت هذا اللغم في أطفال صغار خمسة أطفال وهذا هذا القايش شفتوا القايش هذا هذا حقه الطفل قالتكم الله هذا هذا رجال كبير هذا في جبهة خمسة أطفال اثنين قدر استشهدوا وثلاثة في العناية طبعاً اللي يسوقوا السيارة رجل معاك والله ما يتحرك فيه إلا يده عوال باستشهدوا وعوال رجال أشطل وخمسة أطفال معه موبيدين يساعدوا بالحطب لأنهم مذبوب لا يحملوهم للأطفال يساعدوا معه ويحملوهم للحطب وهو لزوق معه يده وحده واذا حصل؟ حصل لهم لغم انفجار على طريق المواطنين لهب على طريق عسكر ولهب على طريق اليهود ما يفعلوا هكذا استشهدوا ثنين أطفال واحد عمره 13 سنة واحد عمره 14 أو 15 تقريبا أخوة عيال رجالهم ثلاثة منهم عيال رجال وثنين عيال عمهم ثلاثة تحت العناية ثلاثة أطفال من الأشتر من بينهم وهذه تعتبر من الجرائم الوحشية التي تتكبها الميليشيات بحق أبناء محافظة الجوف حيث زرعت هذه الألغام بشكل عشوعي في مناطق المدنيين وفي الطرقات العامة مما راح ضحيتها العديد من المدنيين في محافظة الجوف أردنا تحريك عجلة حياة الأسرة المتعثرة إنما هذا ما أردت ميليشي الحوثي وتريده لليمنيين مشاهدين هذه الخاتمة إذن لقصة ينهي فصلها الأخير لغم زرعته ميليشي الحوثي ويودي بحياة نصف الأسرة وقد كان فريق حيث الإنسان ينتظر اللقطات الأخيرة للمشروع والأسرة وهي ترعى أغنامها لإنهاء الفصل الأخير من التدخل في عانة هذه الأسرة إلى أن تدخل من جهة أخرى مهنتها فقط صناعة الموت ونشر أدواته صناعة الخاتمة وكانت النهاية لغم أودى بسيارتهم وراكبيها كانت النهاية محزنة وموجعة ضحايا أبرياء مدنيون يكافحون من أجل لقمة العيش يعيشون قصصا مأساوية بسبب ألغام الميليشيا في طول البلاد وعرضها مشروع حيث الإنسان لم يكن إلا نقطة للسلام والخير الممتد لمن استطاع الوصول إليهم وتقديم يد العون لهم فيما مشاريع الموت تتعمد زرع الألغام والمتفجرات لإلحاق الأذى بالمواطنين والإضرار بمصالحهم نسأل الله الشفاء والعافية لمن تبقى من الأسرة وجنبنا الله وإياكم شرور الألغام وكوارث الحرب وصانعها فنحن بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى مشاهدين تابعنا هذه القصة المؤلمة وبالتأكيد في تفاصيلها هناك الكثير من الأحداث بالتأكيد أنكم ركزتم عليها حتى تتمكنوا معنا اليوم من الإجابة على سؤال الحلقة وإليكم السؤال السؤال ما الذي أصاب الأسرة الاختيارات الثلاثة هي لغم الاختيار الثاني قضيفة هون الاختيار الثالث حريق إذن مشاهدين هذا هو السؤال ولديكم أيضا ثلاثة الاختيارات ومع عليكم فقط إرسال رقم الإجابة الصحيحة إما واحدة واثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب الخاص في البرنامج والوقت المتاح لديكم للمشاركة معنا في البرنامج يستمر حتى الخامسة من عصر الغد هذا البرنامج برعاية مؤسسة توفق الكرمان إذن مشاهدين وصلنا معكم إلى فقرة إعلان الأرقام الفائزة بجائزة الحلقة العشرين من برنامج حيث الإنسان وكان سؤال حلقة الأمس يقول كم عدد سكان قرية المغربة المستفيدين من الخزان وكانت الاختيارات الثلاثة هي 500 نسمة الاختيار الأول و150 نسمة الاختيار الثاني و400 نسمة الاختيار الثالث وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث فبحسب ما ورد في قصة حلقة الأمس عن قرية المغربة المستفيدة من خزان المياه فإن عدد سكانها 400 نسمة المشاهدين الكرام سنقوم باختيار الثلاثة الفائزين عن سؤال الحلقة والثلاثة الفائزين مبروك مقدماً مئة ألف ريال لكل فائز من الفائزين الثلاثة بسم الله سنختار الفائز الأول وقيمة الجائزة مئة ألف ريال يمني بسم الله إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967774256658 مبروك ذا لصاحب الرقم مئة ألف ريال عن سؤال حلقة الأمس الآن سنقوم أيضاً باختيار الفائز الثاني وقيمة الجائزة مئة ألف ريال يمني مبروك للفائز صاحب الرقم 00967738153197 مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة أيضاً مئة ألف ريال يمني عن سؤال حلقة الأمس الآن سنختار الفائز الثالث وأيضاً جائزة مئة ألف ريال يمني مبروك لصاحب الرقم 00967738350850 إذن مبروك مشاهدي الكرام للفائزين الثلاثة جوائزهم المالية وقيمة كل جائزة مئة ألف ريال عن سؤال حلقة الأمس وكانت الإجابة الصحية هي الاختيار الثالث ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا بسؤال اليوم وأذكر فقط للاشتراك في البرنامج أرسلوا رقم الإجابة واحد أو اثنين أو ثلاثة دون أي إضافات حتى تتمكنوا من المشاركة بشكل صحيح معنا في البرنامج ويستقبل نظام المسابقة إجاباتكم بشكل صحيح إذن مشاهدي الكرام ونذكركم الآن بشكل أخير بالأرقام الثلاثة للفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس والأرقام الثلاثة ظاهرة معكم على الشاشة مبروك لهم جوائزهم المالية وقيمة كل جائزة مئة ألف ريال يمني ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدي الكرام عقب انتهاء هذه الحلقة سنتواصل مع الأرقام الثلاثة الفائزة لنتعرف على تفاصيلهم وأيضا نذكر بأنه ما زالت لديكم فرصة للفوز معنا والمشاركة يوميا في برنامج حيث الإنسان في سؤال حلقة اليوم وسأذكركم الآن بالسؤال هناك ثلاثة اختيارات والسؤال هو من قصة مؤلمة جدا وبالتأكيد من تابع تفاصيل قصة سيتعرف على الإجابة بشكل سريع والسؤال يقول ما الذي أصاب الأسرة أبطال قصة الليلة هل لغام الاختيار الأول أم الاختيار الثاني قذيفة هون أم الاختيار الثالث حريق إذن واحد من هذه الاختيارات هو الإجابة الصحيحة ومبروك مقدما لمن سيفوز معنا ونتمنى الشفاء للأسرة مرة أخرى مشاهدين وصلنا معكم إذن لختم حلقة هذا المساء من برنامج حيث الإنسان نلقاكم غدا وقصة جديدة من منطقة من مناطق اليمن بالتأكيد مشاهدين نلقاكم يومين في رمضان في هذا البرنامج الذي نسعى من خلالها أن نقدم الخير بقدر ما نستطيع نلقاكم غدا بأمان الله بالإمكان أن نصنع للأمل مكان أن نوقف قتل الألوان أن نجعل ما يحدث كان بالإمكان أن نمحوا بعض الأحزان أن نمسح دمعة حرام أن ننقذ قدر الإمكان قطرة خير قد تحدث في العتمة نور قد تجعل للليل قد تجعلني 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 اشتركوا في القناة هذا البرنامج برهاية مؤسسة توكل كرمال